السلام عليكم هناك العشرات من الحوادث الغريبة التي لم يتم تفسيرها أو إيجاد أية أجوبة منطقية تخصها ولعل قصة قطار زانيت تعتبر أبرز هذه الحوادث فبالرغم من مرور أزيد من قر عليها إلا أنه لحد الآن لا يزال الغموض يلف تفاصيلها بشكل مريب ولنتعرف على أحذات هذه القصة الغريبة سنعود بك إلى الماضي وبالضبط لسنة 1911 وهي السنة التي شهدت اختفاء هذا القطار فكل ما عليك فعله هو متابعة هذه الحلقة ودعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فتفاعلك معنا يشجعنا على المزيد من العطاء شهدت أوروبا خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انفجارا تكنولوجيا فتعددت الاختراعات والابتكارات كما عرفت عدة ميادين تطورا مهما وكانت القطارات من بين المجالات التي صارت تعرف منافسة شديدة بين الخصوم ولتقديم قطارها الجديد عملت شركة زانيت الإيطالية إلى تنظيم رحلة فاخرة مستهدفة فيها أثرياء البلد وأعيانها للتعريف بالقطار وخلق دعاية وإشهار الله جار الترويج للرحلة بشكل واسع من خلال إطلاق حملات تصف مدى روعة القطار والانتيازات التي سيحصل عليها راكبوه بدأت الرحلة بانطلاق القطار الذي يضم الثلاث عربات رئيسية يحمل مئة وستة من الركاب الذين لم يكونوا على علم بأن رحلتهم تلك ستأخذ منحا مغايرا لما تم الترتيب له وفي الطريق وعلى جنبات سكة الحديد كان المنظر مذهلا وطبيعة خلابة تصر الناظرين لكن الأحذات تتغيرت عندما دخل القطار لنفق جبل لومباردي والذي يمتد لمسافة ألف متر وهي مسافة لن تتطلب سوى دقيقتين لقطعها لكن الوقت كان أكثر من ذلك بكثير وكأننا نتحدث عن قر من الزمان لأنه لم يخرج أبدا من ذلك النفق تلاشى القطار واختفى في العدم مما حدا بالسلطات لإجراء بحث مكثف وشامل وذلك لمعرفة خبايا الأمر إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لم تكن هناك آية إشارات قد تساعد على حل ذلك اللغز بيد أنها عثرت على رجلين كانا في حالة نفسية وجسدية حرجة لم يستطع المحققون استجوابهما إلا بعدما استقرت حالتهم النفسية قليلا وذهبت عنهما حالة الصدمة والذهول صرح الراكبان الناجيان أن ضبابا أبيضا أحاط بالقطار وازدادت كثافته بشكل كبير مباشرة بعد ذخوله إلى النفق وهو ما خلق حالة ذعر واضحة بين الركاب وفي غمار تلك الأحذات استطاع الراكبان القفز من خلال أحد أبواب القطار التي كانت مفتوحة بينما لم تسنح للركاب الآخرين فرصة مماثلة فعقب تلك الصدمة وبحسب العديد من الروايات فقد عانى الراكبان خلال حياتهما من عدم الاستقرار النفسي والتعرض لمتاعب جمه وبالعودة إلى تفاصيل اللوز لم يحثر المحققون على أية ذلائل مادية تمنحهم ولو أملا ضئيلا لإيجاد أجوبة منطقية للحادثة وهو ما جعل السلطات تقدم على غلق مدخل ومخرج ذلك النفق بالحجارة لألا تتكرر نفس المأساة وما زاد الطين بلة هو سقوط صاروخ جوي على ذلك الموقع مما تسبب في انهياره بالكامل ليدفن معه سر اختفاء ذلك القطار للأبد وبالاحتكام إلى المنطق فمعظمنا سيجد صعوبة بالغة في تصديق مثل هذه القصة لأنها تتنافى والمعطيات الواقعية إلا أن العديد ممن يؤمنون بالعالم الخوارق يؤكدون أنها قصة حقيقية جرت تكتم عليها بل منهم من يصرون على أن طيف القطار قد ظهر في عدة دول كروسيا وأوكرانيا وسواء كانت القصة حقيقية أم من وحي الخيال فلا توجد أية أذلة تؤكد صدقها لأنها مجرد رواية تناقلتها الألسن فيما بينها وأنت أيها المشاهد هل تعرف أية قصص أخرى مشابهة؟ شكرا على المتابعة إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة اشتركوا في القناة